اشتركوا في القناة الطريقة لنا الذي ينير هذه الدنيا مشاهدين الكرام نشكر الإدارة المؤقرة المحترمة التي عطتنا اليوم بالأمس كان الوقت قصر جدا ومعظم الأولياء الأمور اتصلوا وقالوا إن الوقت صغير جدا فالإدارة مشكورة عطتنا هذا اليوم النهارة سنكمل إن شاء الله تعالى حرف الغين حرف إيه؟ الغين ما اسمه غين؟ اسمه غين؟ اسمه غين؟ لا اسمه غين اسمه إيه؟ غين تعالى نكمل ما بدأناه بالأمس ألا أستاذ وليد يا الله أستاذنا المحترم لأستاذ وليد عمارة النهاردة مخدرنا الكبير العظيم وما نقدرش نجيب كده طوله إيه؟ طولنا في حلقة بعد الحلقة ما مش مشكلة بقى تمام كده؟ إن بارح حضرات خدنا حركات القصيرة والحركات الطويلة واخدنا السكون بس كان فاضل الشدة تعالوا كده نعيد سريعا ونرجع سريعا على حركات الأمس يلا قد الغين حضرات غين فتحة غين فتحة غا غين كسرة غين غين ضمة غو يبقى في حركات قصيرة الحركات القصيرة هي أحبايبها حلوين؟ الفتحة الكسرة الإيه؟ الضمة ده اسمها حركات قصيرة ليه حركات قصيرة؟ عشان أنا بقول الحرف بصوت قصير الحركة نفسها الفتحة مثلا غا مش غا تمام كده؟ والحركات الطويلة هبايبها حلوين يلا بينا غين بعدها مد بالآلف غا ماشي يا الله غين بعدها مد بالياء غي غين بعدها مد بالواو غو يبقى دي حركات قصيرة ودي حركات طويلة ثم يطويلة ليه؟ أنا بطول صوت الحركة شوية تمام كده؟ بالمقدار حركتين عموما بس أنا عموما بخلي القصيرة والطويلة قدام بعض عشان الطفل ياخد باله واحد يقول لي أنت عمي حركات حركاتي يا أستاذ محسن يقول لي لا الحركات دي هي اللي حتوصلني لنا أقرأ الكلمة تمام كده؟ تمام طب يلا بينا كده السكون بقى يلا آلف همزة فتحة آ غين ساكنة ما ينفعش أنطقها الوحدة يا أستاذ؟ ينفع الغين الساكنة أو أي حرف ساكن الطفل الوحدة؟ أبدا الحرف الساكن حرف ضعيف لابد أجيب حرف متحرك قدامه عشان أعرف أنطق الحرف تمام كده؟ آلف همزة فتحة آ وما ينفعش هو الآ الآ رؤياء الآ رقيقة مرقاقة آ الهمزة آ آلف همزة فتحة آ غين ساكنة آ بهذه الطريقة تمام كده؟ طيب آلف همزة كسرة إ غين ساكنة إ يلا آلف همزة ضم أو غين ساكنة أو تمام كده؟ هنجبها النهاردة يا حبيبي يا حلوين الشدة وإحنا اتفقنا يعني شدة شدة يعني اتنين الحرف المشدة يعني مشدة يا أستاذ اللي عليه دي كده بسمها شدة في شدة وفتحة في شدة وكسرة في شدة وإيه وضم شدة يعني اتنين شدة يعني اتنين يعني الحرف اللي عليه الحركة دي يا أستاذ أنطقه مرتين توأم يعني الغين يبقى اتنين غين تب نشوف كده حبيبي يا حلوين يلا الحركات يلا آلف همزة فتحة آ طب الغين هنا بقى شوف شوف ألف همزة فتحة غين شدة وفتحة نول إيه أغرى أغرى لابد ننطقها مرتين شوف الغين هنا غين ساكنة وغين متحرك يعني غين ساكنة وغين متحركة الشدة دي أصلا أصلا هم حرفين بس في اللغة العربية ما بتحبش نحط حرفين زي واحد ساكن واحد متحرك وغير بعض جدا تمام كده يبقى كده يلا ننطق كده ننطق بهذه الطريقة شوف أغغا تمام كده يبقى شدة يعني اتنين ألف همزة فتحة غين شدة وفتحة أغغا طب يلا كده تاني كده حرفي تاني هون ألف همزة كسرة إيه طب الغين شدة وكسرة نقول إيه يلا كده معايا أيوة برابو عليك يا تنمور يلا ألف همزة كسرة إيه غين شدة وكسرة إغغي يبقى برضو أنطها إيه أنطها إيه ماريتين يا أستاذ بتضحك علي هذه السكونة هوا ودي أحط هنا إيه بقى فتحة ولا كسرة ولا ضمة أحط فتحة ولا كسرة ولا ضمة هنا يا أستاذي أحط هنا فتحة ولا كسرة ولا ضمة الله ينور عليك برابو عليك سأفولوا يا حبيب يا حلوين يبقى هنا شدة وكسرة يبقى سكون وإيه وكسرة تفاعل معايا عادي خلاص مش مشكلة أنا في حصة تمام كده تمام يلا يا حبيب يا حلوين إحنا كنا عايزين التفاصيل تمام كده ألف همزة ضمة أو غين شدة وضمة يا حبيب يا حلوين إيه أغ أو أو أهي إحنا بنمطقة كده أو دي اتنينة هاي يبقى غين ساكنة وغين متحركة نحط على الغين التانية دي ايه يا حبيب يا حيب هم هنا شدة وضمة نحط إيه سكون وإيه لا سكون وضمة بص شدة وضمة يعني سكون وضمة الحرف المشدة ده اتنين الحرف المشدة ده ايه اتنين الحرف المشدة ده اتنين بفك وانا بنطقه بفك وانا ايه بنطقه أعمل ايه الأول منه ساكنه دايما التاني متحرك يعني متحرك يعني فاتحة كسرة ضمة طيب هنا شدة وضمة هنا يبسكنوا ايه وضمة برافو علي طيب عايزين مثال بقى كلمة فيها أستاذ منصور كلمة فيها ايه كلمة فيها شدة غير مشددة يلا كده يا حبايبي يا حلوين يلا يا سدزة وبرضو تاني التفاصيل ناشي بص يا حبايبي يا حلوين هذه الكلمة هنا ايه قدل غير شدة ايه حد ينطقلي دي كده حبايبي يا حلوين يلا يلا يا سدزة حد ينطقلي الكلمة دي يلا يا أستاذ نفتح المكالمات علشان حبايبنا الحلوين يدخلوا على طول على الهوى ويتعلموا معنا على الهوائي مباشرة يلا حبايبي يا حلوين انا مش بحب بعدم التفاعل يلا كنترول رأى فتحة يلا كده الكلمة ايه سيد منصور حاجبها لي اهو يلا حبايبي يا حلوين رأى فتحة رأى رأى فتحة طيب معنا اتصال عبدالله السلام عليكم عبدالله نعم طيب ممكن يا عبدالله نوضع صوت التلفزيون وتشوف بعينك التلفزيون وتسمعني من التلفزيون ماشي عنا كم سنة عبدالله عمت سبع سنين سبع سنين يعني انت رأى سنة ثانية ابتدائي منين عبدالله منين من اين انت من فين في منين وفي من فين ومن اين انت اسكندرية اسكندرية احسن ناس اسكندرية بص يا عبدالله انا عايزك تنطأ لي الكلمة دي كده وتستهجها لي اول اه هتجيلك على الشاشة بس نوضع تلفزيون بعد ذلك ونسمع من التلفزيون ونشاهد بس التلفزيون يلا هي على الشاشة هي الكلمة هي نوضع تلفزيون يا سادزة يلا رأى رأى فتحة رأى ماشي يلا رأى لا 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 اسمها غاء الاول مش غاء هي مفخمة ده حاجة وبعدين هي شدة وفتحة مش فتحة بس بص حبيبي عبدالله خليك معاي على الهوائي مباشرة كده احنا قولنا ايه رأى فتحة ايه رأى رأى فتحة رأى نوضع تلفزيون واسمعني من التلفزيون يا عبدالله بص حبيبي الغين هنا مشددة بنطأها مرتين ما نفحش رأى غاء لا في شدة هي في شدة وفتحة هي حبيبة هي يبقى بنطأ اول ما اشوفي الشدة دي يا حبيبي اقول له تعالى حرف هتتحك عليها انت تنمش واحد اتحكوا عليها لا طالما انت حدتوا انا بقى انتوا عملتوا اتحاد عليها انا هفككوا في النطر هخلي فيه تفكك كده كل حاجة لوحدها لما انطأكوا تعالى كده فككناها يا الله بصيلي كده يا عبدالله غايني ساكنة هي يبقى شدة يعني حرفين يعني اتنين حرف ساكن والحرف التاني متحرك يا عبدالله يعني متحرك يعني يا فتحة يا كاسرة يا ضم اشوف فتحة غايني مشددة يعني اتنين رغ معلشي اسف ناشي هنا الغايني مفتوحة عشان هنا شدة وفتحة رغ غا بص رغ غا والبقى هي الوحدة هي بص كده بقى شدة يعني اتنين شكرا عبدالله خلق اسمعنا بقى من تلفزيون ادي شدة يعني اتنين غايني ساكنة هي والتانية متحركة يا فتحة يا كاسرة يا ضمة وهنا يا حبيبي فتحة ليه علشان هنا شدة وفتحة شوف بقى هنا رغباء رغباء طيب ما ينفعش باللغة العربية أكتب ديه بخليها كده تمام كده أهلا عشان نم بعارفين يا جماعة بص يا سدزة بص حبيبي يا حلوين الشدة يعني اتنين الاول منه ساكن والتاني متحرك الحرف المشدة ده هو بانطقه اتنين الاول منه ساكن والتاني متحرك يعني متحرك يا استاذ يعني يا فتحة يا كاسرة يا ضمة رغباء تمام كده نشوف المثال تاني كده ونشوف مين اللي حيعرف يانطقه يلا حبيبي يا حلوين هنشوف كده مين العزق كده اللي حينطقه كده يلا لو معايا اتصال ييجي يلا هنا تعال كده لما يجي دي صاح هنقرأه هنقرأه عادي خلص نهائي يلا حبيبي يا حلوين شين فتحة شاء شين فتحة شاء يلا حمادة يلا محمد الشاهد معايا تفعل معايا كده من كنترول يلا زي الظريف كده شين فتحة شاء لا 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 بص حبيبي هنا شدة هنا ايه شدة تعال انت أهلكو تاني كده حبيبي يا حلوين على طول شين فتحة ما فيش مشكلة تمام كده معايا يا أستاذ منصور شين فتحة أهو الغين هنا يعني يا أستاذ يعني حرفين انت هتتحك علينا يا غين شدة وفتحة يعني سكونه وقادي سكونه وقادي الفتحة مين معنا؟ أدم معنا مكالمة الخط اتقطع وان شاء توصل معنا يا أستاذ أدم يلا قادي الشين شين فتحة؟ شاء غين مشدة وفتحة يعني حرفين بنطقهم بس ما بكتبهمش شغة الغين دي بعدها ما ادي بالألفة شغة شوفوا بس زي احنا قلنا في اللغة العربية ما نفعش تكتب حرف ساكن وحرف متحرك توقم كده غين وهناه ساكنة وغين متحرك يبقى اسمها ايه؟ شغ غ لو أستاذن أقول لي الأمور يكتبوا الكلمات دي عشان الإملة كل يوم ولي الأمر دي الكلمة اللي أقول لي أمر كل يوم تملي إبنك الحاجات دي ومش تروح تقول له اكتب يا حبيبي يا حماد اكتب شغال ما نفعش لأ تقول له شين فتحة؟ شا تقول له كده شين فتحة في أول السطر؟ شا بعدها ايه؟ غين شدة وفتحة يعني يا حبيبي بنطقها بس بنطقها بس مراتين أما اكتبها لأ مرة واحدة هو شغ بعدها ما ادي بالألف شغ لم ضم له بنفس الطريقة الإملة كده لحد ما يخلص الحروف ويبدأ الولد يستمع كويس وينصد كويس ويكتب كويس تمام كده؟ مش تروحوا له ايه كتبها محسن؟ رغباء مش عارف يكتبها ومش عارف يشكلها كمان تمام كده؟ طيب احنا كده خلصنا الحرف الغي نعم معنا بسمالة مسكندرية السلام عليكم السلام عليكم ازايك يا بسمالة؟ عم لأي بسمالة؟ عم لأي بسمالة؟ حرف الغي طيب يا بسمالة انت عندي كم سنة؟ سبع انت راح تانية صح؟ او تمام تمام بص يا بسمالة هكتب لك كلمة يا بسمالة وتقرأها لي وتقطعها لي مقاطع صوتية ممكن فيها حرف الغي ايه رأيك؟ طيب قوليلي انت كده كلمة فيها حرف الغين كده؟ قولي كلمة فيها حرف الغين مشددة كده؟ يلا اه كده يلا حبيبتي يلا قولي حرف الغين مشددة كده؟ طيب حكتبك انا كلمة لسا اخذنها دلوقتي حالا ماشي حبيبتي بصيلي كده وقطعها لي اهو كلمة بسيطة جدا وليسا اخذنها دلوقتي عشان ما اقوليش ايه انت معخد نهاش اهي عادي تقطعي الكلمة دي حلل الكلمة دي لما قطع صوتها اقرأ هالي الاول كده لا انا عايز صوتك عالي شغال شغال تب النطاط دي مرة تلي الغين دي النطاط الغين دي مرة تلي انا عارف عارف الله ان شغاله خلاص انت الغين دي شد الغين دي نطاط مرة تلي برافو عليك يا حبيبي تولدك تب يلا حللية لمقاطع صوتية كده يلا وانا معاك على الهواء يلا حط اول حاجة ايه ادي الشا اقطع ما لعمل ايه الشين معاها حاجة ولا اقطع الغين عليها سكون برافو عليك ياهو اقطع ولا ما اقطعش يا بس ملا اقطع بعد الغين ولا لا انت معايا ولا مش معايا بصول يا حبيبتي هنا اول ما تشوف السكون على طول اقطعي بص انا بقولها ازاي بصها حبيبتي شوف انا منطعها ازاي انت اقطعتها ازاي زي ما بتنطعيها اقطعيها شغل بس يبقول مقطع شير وغين بصها حبيبتي بسمها لا اسمها غين مش غين اسمها ايه غين ايوه غين يبا ناخد بقى هنا ايه الغين ساكنة والغين هنا ايه كسرة ولا ضمة ولا فتحة لا فتحة لا فتحة هنا شدة وفتحة فتحة يبقى اسكون وفتحة تمام كده اقطع بعد الغين الفتحة دي حبيبتي ايه الالف يعني احطم على غين الالف ولا اقطع لا اقطع مش سامع والله قولي ثاني ايه معاي او انت مع تلفزيون او معاي انا بصها حبيبتي شكرا يا بسملة عشان انا مش الصوت مش وضع يا جماعة الشين هنا مع الغين عشان ايه في شدة وفتحة يعني اتنين خدنا الساكن مع اللقدم وقطعنا على طول شغل بص انا ما اقطع ازاي شغل ماشي اقطع وغين فتحة اقطع بعدها لا ما اقطعش بعدها اما لا عمل ايه او استاذ في مد بالالف اوه واحنا قلنا المد مع المنبود وقطع دي مقاطع صوتية تمام كده شغل غين بعدها مد بالالف غا او حد يغلط ويعمل غين واحدة لا دا اللي هنا في التحليل الشد بفكها شد بايه بفكها يوبا اتنين ادي الغين الساكنة ايه وغين متحركة ايه وبعد كده اللام الضمة ادي واحد اتنين تلاتة تلات مقاطع صوتية في حاجة تانية عاوز اقولها لكم ماشي في الشدة تمام كده علشان فيه ناس بتخطأ كتير وانا لما ملي حاجة لما ولي الامر او الاستاذ لما يملي كلمة فيها شدة واحدة واحدة والطفل واقول له الطفل كده اول ما تسمع حرف بقرره مرتين في حرف ساكن وحرف متحرك يعني سكون وفتحة سكون وضم سكون وكسرة يبقى الحرف دي اكتبه مرة واحدة بس تمام كده تمام طيب انا هشوف ديوقتي ها اديكم ديوقتي جدول صغير كده تطبيق صغير كده ماشي هكتب كلمة وتقول لحرف المشدد فيها فين معنا تصل اهو كلمة يلا تطبيق صغير كده احبايب يا حلوين الحرف المضاعف يعني ايه حرف المضاعف يعني الحرف المشد اهو مالك زال هنا المشدد او المضاعف يعني اللي يكتب مضاعف ماشي يعني مضاعفه مرتين واللي يكتب مشدد ماشي هكتب كلمات وتقول لي كلمة الحرف المشدد في الكلمة ايه تمام كده تمام يلا هكتب كلمة هنا اهو يلا هنا حبايب يا حلوين الحرف المشدد ايه يعني ايه حرف المشدد يعني انا بنطقه مرتين بنطقه ايه بنطقه مرتين هنا الحرف المشدد ايه حبايب يا حلوين طبعا يعني مش عارف الكنترون مش معايا خالص حس ان انا مش في حصة خلص رأى فتحة رأى رأى فتحة رأى ماشي البقى هنا يا أستاذ عليها شدة اتبنتها مرتين رب بو معنى مين صبحي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام صبحي عندك كم سنة صبحي عندي سبعة ونص حلوين سبعة ونص ماشي يا صبحي من اينا صبحي احسن ناس السويس بص يا صبحي ممكن نواطي التلفزيون وتسمعنا فقط من التلفون ممكن صبحي تمام التطبيق ده يا صبحي هكتب لك كلمة يا صبحي هكتب لك كلمة وتقولي الحرف المشدد في الكلمة دي ايه احنا حلنا دي خلاص قلنا البقى هي تهي المشددة ده الحرف المضعف اللي اتكرر مرتين تمام كده هكتب لك كلمة تانية وتقولي الحرف المضعف ايه تمام كده صبحي نعم معايا شايفي الشاشة بصيلي كده تعال كده كلمة دي امطأ للكلمة دي كده حد 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 د حد حد براف عليك براف عليك ح فتحة ح ده المشددة شدة وفتحة حد منطأه مرتين بعدها ما ده بالألف حد ده ده الضم د حد د الحرف المضعف هنا ايه الحاق ولا الالف ولا الدال حرف المضعف يعني حرف مشدد الحرف اللي احنا نطأناه مرتين هنا فين د الله ينور عليك دال بقى ايباه دال اللي عليه فتحة ولا دال ضمة لا دال دي ولا دي اللي تناه مرتين دي دي ده ماشي دي يا حبيبي ماشي شد ماشي حبيبي طيب بقول لك ايه نعم نعم انت دلوقتي انا كتب لك كلمة تانية مش معاك اخر جنبك انا سامع وكده طيب مشاكلين يا صبحي الخط تقطع شكرا يا صبحي ادي يا مشاهدين الكرام شدة يعني اتنين شدة يعني ايه يعني اتنين انا اجيب لكو دلوقتي الحروف من اول الالف حتى اللي احنا نقفنا عنده حتى الغيب هكتبه وانطأه وايه وانطأه ماشي مع الشد يلا حبيبي حلوين كده علشان يلا يا سادزة هكتب كده واشوف عشان مراجعة سريعة كده مراجعة سريعة يلا يا كرماني يلا يا سادزة تمام كده عشان ننطأ هنخلينا دلوقتي ادي اهواتي حبيبي حلوين معنى مكالمة معنى ماريام السلام عليكم ماريام السلام عليكم عندي كم سنة ماريام يا سادزة مشاهدين الكرام مشاهدين الأفاضل يعني اسمعونا من التليفون فيه تليفون اسمعونا من التليفون وط التليفزيون تماما يبقى بس يتفرج على الشاشة فقط ممكن طب ايه خلاص وطلت التليفزيون يا ماريام ماشي يلا يا سادزة هنا هنقول ايه يا جماعة الباق المشددة هنا هي باق شدة وفتحة ننطأها لوحدها طبعا مش هينفعه عشان فيها الحرف المشدد حرفين يبقى أب با أب با تمام هنا هو أب بي يلا بس بقى النطأ هنا أب با أب بي أب بو حرف بكراره مارتين معانا مخلمة معانا شعبان السلام عليكم أيها شعبان أيها أحمد الله بركات أبان أيها طيب الحط تقطع السلام عليكم هنا أب بي أب بو مشاهدين الكرام يريد أستاذنكم في أثناء المكالمة تسمعونا من التليفون والشاشة قدامكم فقط عشان هنا يبقى فيه تردد في الصوت فيه صدى صوت ما منعرفش نسمع هنا برسل أستاذنكم ماشي هنا الحرف مشدد يبقى ننطأه مرتين أب بي أب بو يلا تاب معاوزين ننطأ التأ كده تأ مشدده يلا أت بانطأه مرتين أتي يلا أت يبقى أب بي أب بو أت أتي أت أت الثاء يلا الثاء 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 شعبان تاني رجع لنا أيوان وقطعت التلفزيون شعبان لا ما تقضح نعم وقطعت التلفزيون ألو 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 السلام عليكم أهلا الله وبركاته شعبان معي ولا مين ألو شعبان عندك كم سنة يا شعبان يا أستاذ كرماني أي مدخلة هاتها يا أستاذ كرماني هنا شدة وفتحة يبقى الثاء أنت أمرتين الثاء الثاء طيب بعد الثاء يا حبيبها حلوين يلا كده يلا أج داب لو شدة وكسرة الج شدة وضمة أج تمام كده يبقى الثاء الث ج الث ج طيب بعد حرف الجيم إيه حرف الح ماشي ده يا حبيبها حلوين منتعود على الحرف فقط تمام كده ماشي حلص معنا هاجر السلام عليكم هاجر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أيوة هاجر عندي كم سنة هاجر عليكم السلام ماشي عندي كم سنة تمام أيوة مش التليفون دلوقتي يعني على ودانك هكيد سمعاني يعني يا هاجر نعم عندي كم سنة سبعة تمانية تمانية ولا سبعة تمانية 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 يعني راحة ثلتة يعني نعم تمام يعني أنت أكبر من الحاجات دي نديك حاجة أكبر من كده تمام من الخلال تمام مشاهدين الكرام الخط تقطع ما هاجر الحاجات دي تأسيس للقراءة والكتابة لأطفالنا في الحضانات وأطفالنا في الصف الأول الابتدائي ولضعاف القراءة والكتابة في جميع المراحل التعليمية تمام كده يعني يتصل بنا فقط علشان يتأسس في تعليم القراءة والكتابة إن كان صغيرا أو كبيرا تمام كده يلا حبابي يا حيوين النهار دا بقى حرف في تقطيع الكلمات لمقاطع صوتية احنا من راجع النهار دا مراجعة معنا مين معنا يا رضا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ماشي ماشي يا ستزالين يا ستزا احنا دلوقتي تأكدنا دلوقتي الشدة دلوقتي يا حبابي بقى حلوين الشدة يعني اتنين الشدة يعني ايه؟ اتنين أنا خلاص حرف الغين النهار دا ودخلنا علشان نمطأ الشدة بالحروف كلها حبابي بقى حلوين تمام كده؟ طب أنا حكتب دلوقتي عشان الناس تتمالة كويس دلوقتي ماشي عايز أعمل حال طب أمليكو كلمة دلوقتي عشان نشوف الإملة ازاي نخلي ايه؟ أولياء الأمور مثلا كلمة مثلا فيها شدة برضو تمام كده؟ زي مثلا ايه؟ كلمة دي كده معنا مينة؟ السلام عليكم السلام عليكم زي كمانة؟ عمد الله سنة كم يا مينة عندي كم سنة؟ عمد الله سنة كم يا مينة عندي كم سنة؟ طب بص يا خلي ماما يا مينة توطي تليفزيون شوية ممكن؟ تاني المرة العاشرة ولا المرة العشرين أولياء الأمور الناس اللي قاعدة قداموا تليفزيون أستأذنكم تليفزيون وطوه شوية واسمعونا من التليفون عشان بس هنا يبقى فيه تردد صوت ويبقى فيه إزعاج في الستوديو وما مش عارفين يسمح حاجة تمام كده؟ معنا يا مينة؟ مينة يا مينة طب ممكن إقراء الكلمة دي يا مينة كده؟ عداده عداده طب حلليها المخاطع صوتك يا مينة كده؟ نعم يلا طب يعني مامت مننا أو بابا مننا يعني فيه تركيز شوية تمام شكرا يا مينة اسمعينا أو شاهدينا من التليفزيون علشان مشاهدينا كرام تاني اللي عاوز يتصل بنا يا حضرات ياريت ياريت يسمعنا فقط من التليفون ويوط التليفزيون جدا ويشاهد التليفزيون بس ممكن لحد ما تخلص المكالمة دي ايه تاني يعني نستحملهم شوية زينة بس سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة استاذ بعد دي فضالي أنا أنا السلم كبير معادي الأربعين بس عايزة تعلم مش بعرف أكسب ورحمة يعني أنا عارفة الكروف وكده بس مش بعرف أتعلمش خلص ولا أكتب إسم ورحمة حياتة تمام احنا حضرتك في القرية بعرف أنت بس في الكتابة صعب تمام حضرتك دلوقتي يعني لو كنت متابعنا من الأول فيه حلقات على يوتيوب هنبقى هبعتها لحضرتك على الواتساب وتشوفي يعني تتابع التعليمات بالظبط والشرح بالظبط في الايه ودي الرقم حضرتك للكنترول لأنسة في الكنترول وهنبعت لك جميع الحلقات على يوتيوب افتحي بس أصلا يوتيوب قناة الصحة والجمال هتلاقي برنامج اقرأ هتلاقي من أول اقرأ واحد لحد دلوقتي وشرح واحدة واحدة وهيعلمه إزاي تكتبي اه أيها معنا يوسف السلام عليكم يوسف عليكم السلام أبو يوسف السلام عليكم نا حضرتك يوسف أحد يشتركنا حضرتك في البرنامج يوسف عنده عدي عنده سبع سنين تمام خليه يقرأ الكلمة دي ويحللها لي مقاطعة صوتية بس يوط التلفزيون أستاذينك اكي يوسف عدد 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 طيب أنت يوسف ولا حضرتك اللي حتقرأ طيب هكتب له كلمة تانية هكتب له كلمة تانية هو لي انطأ هابي تمام كده آه كلمة تانية هي هو لي انطأ يوسف لي انطأ يلا عسل يا يوسف برافو عليك يا حبيب والديك انت نطاق الجيم هنا مرتين ليه حللها لي كده حللها لي مقاطع صوتية كده وياريت نوط التلفزيون أستاذينك يا بيوز نوط التلفزيون طيب يلا خليك معايا كده بقى يا حللها لي مقاطع صوتية كده يا يوسف يلا يا أبا يا أبو يوسف أبا يوسف تبصوا واحدة واحدة انت نططاه خلاص انا عاوز يا يوسف النون لوحدها النون لوحدها ولا ايه للأسف انقطع الاتصال قطع الاتصال للأسف الشديد ماشي يا أسدزة أستأذنكم أستأذنكم الصوت يبقى واضح ويوط التلفزيون ايه المشكلة نوط التلفزيون شوية زي الأستاذ يوسف ما بقولك يا أستاذ منصرنا بيقول تمام كده يا الله يا حبابي شوف هنعمل ايه هنا شوف نجاره يا يوسف اسمعنوا نون فتحة هنا أقطع ما أقطعش لا وما لنعمل ايه يا أسدزة ناخد الجيم اهي وفي جيم تانية ما ننسهاش في التقطيع بفك الشدة نين نج ويش ساكن مع المتحرك اهو نج تابي الجيم تانية هي ناخد الجيم على الألف منصور برافو عليك يا منص اهو نج نقطع وضمد واحد اثنين ثلاث ايه ثلاث مقطع صوتية تاني شدة يماعة صعبة نمطأها صح نمطأها صح بنمطأ الحرف اثنين رضا مشارئة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وإياكم يا فن حضرتك انا الزميل حضرتك يعني يشرفني ربني احفظك يا فن في حضرتك يعني مفروض يعني حضرتك الوحد يقول له القاعدة القاعدة حضرتك بتقول اللي هو المدمع الممدود والمتحرك مع السكن تمام وبناء العلم يبدأ اطبق يعني بعرف التلميذ المدمع الممدود والمتحرك مع الايه مع السكن تمام تمام وفي حضرتك اغنية احنا بنعلمها للسادة المعلمين اللي هم لسه يعني تمام اغنية مع المهار تمام تمام لغنية اللي حضرتك النهاردة مع الدرس بتاع حضرتك النهاردة اللي انا بقول له مثلا ايه حرف المشدد احنا احنا بنراجع بس على فكرة النهاردة نعم ده مراجع النهاردة احنا بندينا شدة قبل كده اه يا فندي ما انا بقول لحضرتك ده النهاردة مراجعة بس سريعة كده اه يا فندي ما انا بقول فيه غنية حضرتك مع المهارة مع كل معرفة مستخدم غنية تمام تمام اللغنية بتقول حضرتك بتحرف المشدد حرفان الأول ساكن بردان والثانو متحرك مثلو البوركات ده حضرتك بتدي تلمزه الصغير شوقه كده وبتخليه يعني في تفاعل مع المعلم وكده ده أكيد طبعا أكيد أكيد احنا كنا بس كانت مراجعة دي كانت دي كانت مراجعة دي دي كانت مراجعة فمش هكرر الآغاني تاني آه من شاء الله عليك يا فندي ربنا يزيدك يا رب وشرفت بحضرتك حضرتك مش شرقين أنا مش شرقين أنا موجه لغة عربية فيه في ahorلاث صار بسم الله مش آله إدارة إيه أولاد صار التعريمية فتchanging أولاد صار أحسن ناس أولاد صار من هنا من أولاد صار من الامير بقية الأمير قرية الأمير أولاد صار إذا بقى مش كافر صار لا أولاد صار ايو أيوه صح أولاد صار عارف والله الأمير والله كان معاه واحد في الجيش منه من شاءة الأمير溫ر وحاضرة أه free ده شيء يشرفني وأنا سعيد جداً باتصال حضرتك ودايماً حضرتك يعني تتابع معنا وفي واتساب حيُعرض على الشاشة تتواصل معي فيه ولو في أي جديد وسائل تعليمية وسائل تعليمية أي حاجة يا فنديم نحن طبعاً يعني من نتقبل أي حد عشان إحنا أهم حاجة نعلم أبنائنا ربنا ينفع بك يا فنديم إن شاء الله عليك والله ومتشاكلين جداً على معلومات حضرتك ودايماً كده في تقدم إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير إن شاء الله وإيكم وإيكم مشاهدين الكرون في رقم على واتساب دلوقتي ريت تتواصل معنا أولياء الأمور يتواصل معنا عليه علشان أي فيديوهات لأبنائكم تبعتوها أنا تحت أمرك وحنعرضها أي فيديوهات تعليمية مش أي حاجة وخلاص يعني يقرأ قرآن يقرأ أنشيد يقرأ حركات الحروف كالفتحة أو كسرة أو ضمة أو شدة أي حاجة أنا تحت أمرك فيها عشان نشجع أبنائنا وخاصة في فترة الحظر دي هي آه تفتحة فترة الحظر بس طبعاً العملية التعليمية وقفة ما فيش حضنات ما فيش تأسيس والأطفال نيسوا الحاجات فإحنا يعني قلنا صحي الجمال بتساهم قدر المستطاع أن يتعلم أبنائنا كده اتعرفنا واسمعنا الأغنية من شوية من أستاذنا دلوقتي الشدة حبيبي الشدة يعني اثنين الشدة يعني اثنين الأول منها ساكن والتاني متحرك تعمل كده؟ معنا هاجر السلام عليكم الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ونفت الله بركاته من إيه هاجور؟ من فين هاجر؟ مطروح من إيه من أطور؟ مطروح مطروح أحسن ناس مطروح بصي هاجور أنت فينها كم؟ أنا عندي سبعة سنين أيوة ودخمه تماما تمام تمام طب حكتب للككلمة أنت يعني المفروض تعديت المرحلة دي حكتب للككلمة دلوقتي حبيبتي ماشي تنطقيها وتحليليها لمقاطع صوتية تمام؟ يا الله بينا كده؟ يا الله بينا هذه كلمة هي كلمة دي حبيبتي طب انت بربو عليك بربو عليك حبيبتي فتاح طب يلا حلليها لمقاطع صوتية كده يلا حبيبتي يلا قولي كده عاسر فتحة فا بعد الفا هعملي آطا ولا هعملي ايه؟ هاخد تا معها ولا آطا؟ تا ساكنة معاها عشان الشدة يعني اتنين فت هم؟ ايه؟ ايوه تا فتحة يلا نقطع ايه؟ الآلف بربو المد مع الممدود بربو عليكي تا فتحة تا فتحة تا المد مع الممدود نقطع يلا هم؟ هم؟ حق ضم يبقى فت احنا دلوقتي التا دي كررناها مرتين في النطق صح؟ وعليها شدة يبقى ايه؟ هم؟ نفكها اتنين شدة نفكها اتنين يلا حبيبي يا حبيبين كده؟ فت تا كم مقطع حبيبتي؟ ثلاث مقاطع صوتي تمام شكرين جدا حبيبتي شكرا اه حبيبي حيونا هتديكوا حاجة كده قبل نهاية الحلقة احنا خدنا التقطيع لمقاطع صوتي تمام كده؟ تمام كده ماشي يا استاذ وليد تمام كده؟ هتديكوا حاجة كده ناخدها جديدة النهاردة عشان معديش برضو ان احنا كملنا حرف الغين ورجعنا على الحركات تمام؟ حد دي حركة سريعة احنا خدنا التقطيع مثلا هنا مثلا خدنا كلمة ايه؟ هم؟ مثالا كده يلا حبيبي حلوين خدنا مثلا دلوقتي احنا خدنا مثلا ايه؟ هذه كلمة هي خدنا الكلمة دي خدناها نحللها مقاطع صوتية صح؟ كلمة كاملة نحللها ايه؟ مقاطع صوتية مثلا اهو جا مد مع الممدود تمام كده؟ واحد اثنين ثلاثة ده اسمه ايه؟ نحلل مقاطع صوتية عايزنا نقلب الموضوع يعني ايه؟ انا هديكم اسمها ادمج اسمها ايه؟ ادمج المقاطع يلا كده الصوتية هنلا بد ناخد حاجة جديدة كل يوم دايما جديد في جديد كل يوم انا هدي هديكم ايه بدلوقتي؟ الكلمة متقطعة انتو هتديها لي ايه؟ متجمعة تمام كده؟ يلا هديكم المقاطع الصوتية تكتبها لي كلمة يلا حبيبي كده حلوين اهو يلا كده انا اديتكم التقطيع الكلمة المقاطع الصوتية عاوزكم هنا كده تكتبوا لي الكلمة يلا تجمع ادمج يعني هندمج يعني هنلزأ المقاطع الصوتية في بعضها يلا كده حبيبي يلا هنعمل ايه؟ انا قلت اغ هم اكتب هاين هو يلا حبيبي يا حلوين كلمة متقطعة لمقاطع الصوتية اعمل ايه بقى أنا دلوقتي؟ بصوا كده اهو را اهو أغرابو أراكم في التطبيق ده تطبيق سهل وصغير أنا هكتب الكلمة متقطعة لمحللها أنا المخاطر صوتية وليه الأمر ياخد وراي الكلامات دي ونعمل إيه يكتبها لهو كلمة كاملة هذه أغرابو طيب أنا عاوز أكتب كلمة تانية ماشي عاوز أكتب إيه كلمة تانية يالله كذا حبايبها حلوين جنبها هو هكتبها وحنشوف كلوقت هتعملوا فيها إيه بص حبايبها حلوين صغيرة خالص اه يالله هنا كده اه أعيزكم تكتبوا لي الكلمة يالله يا منصور كده الكلمة عشان أجمعها أكتبها ازاي أكتبها كده بص يا منصور أكتب كده صح كده الله ينور عليك يا منص أيوة كده منصور النهاردة مبدع يا جماعة والله برافو عليك يا منصور بجد برافو عليك منصور قال لي يا أستاذ تفيه ساكن ومتحرك في حرفي توأم أهو متكرر مرتين مرة ساكن ومرة متحرك يعني عليه شدة برافو عليك يا منصور عشان الناس ما تغلطش يا جماعة هو أنا نطقت ازاي ربو نطقت حرفه واحد مرتين توأم واحد مرة سكون ومرة متحرك أعمل ايه يا حبيبي يا حلوين أكتبوا بها دي الطريقة ناخد مثال تاني كده ولو فيه اتصال ناخد مثال تاني عشان ايه عشان ندمج الحروق المخاطع الصوتية عشان من الحصة جاء ان شاء الله وتعالى ده إن كان لنا يعني فرصة للظهور مرة أخرى يلا كده يا حبيبي يا حلوين يلا يا سيد وليد شاء الله تعالى يلا يا سيد وليد كده يلا ندمج تاني اهو ادمج تاني المقطع الصوتية هكتب انا مقطع صوتي ماشي يا سيد وليد يلا اخر حاجة اهو يلا يلا يا سدزة مثلا 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 لا اهي لا يلا يا حبيبي يا حلوين ده كان مقطع صوتي ده يلا كده حدي بقى هنا كده يكتب لي الكلمة دي انا بديلك بحللها لك لمخاطع الصوتية انت حتدمج المخاطع الصوتية يعني ادمج المخاطع الصوتية لنزقها في بعض يلا هتكتبها زي منصور كده يلا مصطفى اقول ايوه صح اكتب اتنين طا ها ما نعمل ايه كده غلط الله ينور عليك برافو عليك اكتب اهو هنا فيه طا ساكينة وطا متحركة يبقى طا عليها شدة شدة ويبقى طا هنا فتحة هي يبقى شدة وفتحة قطة تمام كده الله ينور عليك يا حبيبي يلا حباب يا حلويني خلاص عشان نختم لما تقولك ادمج لمقاطع الصوتية كلمة بتجيلي مقاطع صوتية وانا اخليها ايه ادمجها اخليها كلمة واحدة نركز في الشدة لو لدينا حرف ساكن وحرف متحرك ساكن ومتحرك يبقى عليه شدة وفتحة شدة وكثرة شدة وضم مشاهدين يا كرام اشكر جميع الزملاء واشكر الادارة الموقرة اللي هي وفرتنا النهاردة عشان نكمل حرف الغين اشكر جميع زملائي في الكنترول اولهم مخلقنا الكبير الاستاذ وليد ومدير التصوير الاستاذ منصور واشكر الاستاذ عمر اللي دايما مبدع في الكنترول وستاذ طبعا محمد عبد السلام ما نقدرش يعني ماشي وان شاء الله يعني زي ما طلب مننا حشرح له حرف الألف بعد كان ان شاء الله تعالى واشكر الاستاذ كراماني طبعا ماشي وطبعا على رأسهم طبعا والاستاذ جمال والاستاذ عبد الحميد يعني ما نقدرش نتغخر وانا يعني أشكركم وانا عارف يعني الاستاذ عبد الرحمن الاستاذ عبد الرحمن جمال طبعا السلام عبد الرحمن جمال أشكر جميع الزملاء من أكبارهم إلى أكبارهم عشان في حد صغير مشاهدين الكرام كنت سعيد جدا نهاردا أن كنت معاكم وأشكر طبعا الإعداد الجديد اللي معنا البنات اللي معنا الجداد أشكركم لحسن متابعتكم مشاهدين الكرام وإلى أن ألتقي بكم الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته